أضرم محتجون النار في بوابة دخول السفارة الأمريكية في مدينة تيغو سيغالبا عاصمة هندوراس خلال ثاني يوم من الاحتجاجات الضخمة ضد الرئيس خوان هير نانديز وقال مسؤول في إدارة الإطفاء أنه لم تلحق بالسفارة أضرار باستثناء بوابة الدخول وكان المتظاهرون قد اندفعوا باتجاه السفارة الأمريكية بعد إن قامت الشرطة بتفريقهم من منطقة تجارية قريبة على الرغم من أنه لم يتضح بشكل فوري سبب مهاجمتهم المبنى